في منطقة تشكوك في الكاظمية شمالي بغداد الخدمات منعدمة والنفايات متراكمة تتوسطها لافتة لا علاقة لها بالواقع الذي تعيشه فوجود سيارة رفع القمامة في شوارع هذا الحي لا يعني توفر الخدمات البلدية بحسب الأهالي الغاضبين من واقع يعكس ببساطة الإهمال الحكومي لهذه المنطقة والله منطقة تحييل أساتذة محلها 442 منطقة تفتقر إلى الخدمات خاصة تبليط ما به المنطقة ونعاني من أعدها صار عمر المنطقة بالحدود العشرين سنة بالإضافة للنفايات موجودة بكل الشوارع ويقول سكان منطقة تشكوك إنهم دفعوا الأموال لأحد المقاولين لإصلاح شبكة المجاري التي عجزت الجهات المسؤولة عن إصلاحها بحجة عدم توفر الأموال الكافية الدولة ما أدري ملتهية بغير أشياء ناسين نمالهم كل عمل ويانا كل شغال ويانا ما يعروننا همية فلذلك اضطرنا ونطي على كل بيت 700 ألف اضطينا كل بيت 700 ألف حتى يسووا لنا المجاري طبعا الواقع الخدمي معدوم هنا بهذه المنطقة المجاري جمعوا الأهالي أهل البيوت من كل واحد تقريبا 700 750 وجمعوها وسوها على حسابهم المجاري أما التبليط فصفر ماكوا حتى هم أهل البيوت هم تبرعوا وقالوا نسبة من عندنا ونسبة من الدولة وهم ماكوا نعيش في القرون الوسطى هكذا يصف الأهالي حالهم وحال منطقتهم المنسية من الخدمات البلدية ليس تبليط ما يسوون احنا تدهنا غرقنا يبيوتنا الدمرات ورطوبة يعني المنطقة يرتع إليها والله تقول احنا مو عايشين بقرن العشرين عايشين بقرن قرن الـ 14 يعني حتى الله ما يرضى هالشي هذا منطقة تشكوك في الكاظمية كغيرها من مناطق بغداد توعد بالتغيير وتقديم الخدمات الأساسية لسكانها لكن تلك الوعودة كغيرها لم تتعد كونها شعارات اعتاد المسؤولون ترديدها على مسامع الناس لتذهب أدراج الرياح في كل مرة ترجمة نانسي قنقر